ثانيا المدينون وتتمثل المشاكل المحاسبية المتعلقة بتقييم المدينين في الآتي المشكلة الأولى تتمثل في كيفية تحديد المبالغ المستحقة على المدينين حيث أن هناك العديد من العمليات المالية التي يمكن أن تؤثر على تحديد تلك المبالغ مثل الخصم التجاري والخصم النقدي ومردودات ومسموحات المبيعات ثم المشكلة الثانية والتي تتمثل في تقدير احتمال عدم تحصيل الديون أو ما يسمى بالحسابات المشكوك في تحصيلها أولا تحديد المبالغ المستحقة على المدينين الخصم التجاري أو ما يسمى بالخصم غير المشروط وهو الخصم الذي يحصل عليه العملاء أو المدينون بدون شرط وقت الشراء ويعالج على النحو التالي مثال إذا افترضنا مثلا أن سعر البضاعة حسب الكتالوج ألف ريال والخصم التجاري عشر في المية في هذه الحالة حساب الخصم حسابيا على النحو التالي إجمال السعر ألف ريال في معدل الخصم عشر في المية إذن مبلغ الخصم هو عبارة عن مائة ريال فيكون صافي ثمن المبيعات هو عبارة عن ألف ماقص مائة تسعمائة ريال وتكون في هذه الحالة المعالجة محاسبيا بإثبات صافي قيمة المبيعات حيث يجعل العملاء أو المدينون مدينا بمبلغ الصافي تسعمائة ريال ويجعل حساب المبيعات دائنا بالمبلغ الصافي تسعمائة ريال ويلاحظ هنا أنه تم إثبات المبيعات بصافي السمن وأن الخصم التجاري وقدر مائة ريال لا يظهر في الدفاتر لا في دفاتر البائع ولا دفاتر المشتري النوع الثاني من الخصم وهو الخصم النقدي أو كما يسمى بالخصم المشروط أو خصم تعجيل الدفع وهو الخصم المرتبط بشرط إذا تحقق الشرط حصل العميل على الخصم فإذا لم يتحقق الشرط لم يحصل العميل على الخصم وهذا النوع من الخصم يتم إعطائه للعملاء لتشجيعهم على سداد المديونيات التي المستحقة عليهم مبكرا قبل موعدها فعلى سبيل المثال إذا قامت الشركة مثلا في 1.528 قامت ببيع بضاعة إلى شركة المطلق بمبلغ 15 ألف ريال وبخصم 2.37 أي أن شركة المطلق تحصل على خصم 2% إذا تم سداد المبلغ خلال سبعة أيام علما بأن فترة الاقتمان المسموح بالسداد خلالها 30 يوم المطلوب إزبات ما سبق بفرض أن شركة المطلق قامت بالسداد في يوم 5.5 أو الفرض الثاني أن شركة المطلق قامت بالسداد يوم 10.5 الإجابة أو الحل على النحو الثالث هناك ثلاثة طرق لتسجيل هذه العمليات الطريقة الأولى طريقة التي تسمى بالطريقة الإجمالية حيث يتم التسجيل على أساس إجمالي المبيعات وذلك على النحو الثالث في تاريخ البيع في 1.5 يتم إثبات المبيعات بإجمال قيمتها فيجعل حساب العملاء أو المدينون مدين وحساب المبيعات دائن بكامل قيمة المبيعات 15 ألف ريال فإذا تم السداد في يوم 5.5 إذن يحصل العميل على الخصم ويتم تحصيل مبلغ المبيعات بعد طرح مبلغ الخصم وقدره 300 ريال ويكون القيد على النحو التالي يجعل حساب النقدية مدينة بمبلغ 14 ألف وسبعمائة وحساب الخصم المسموح به مدينة بالتلتمية والتلتمية هذه ناتجة عن ضرب 15 ألف ريال قيمة المبيعات في 2% مبلغ الخصم نحصل على 300 ريال ويجعل حساب العملاء دائنا بالـ 15 ألف ريال لإغلاقه باعتباره أنه قام بسداد ما عليه من مبالغ أما في حالة الفرض الثاني وهو السداد بعد انتهاء المهلة مثلا في يوم 10.5 إذن سيقوم العميل بسداد كامل المبلغ المستحق عليه ولن يحصل على خصم لأنه لم يستوفي الشرط المفروض ففي هذه الحالة يجعل حساب النقدية مدينة بـ 15 ألف ريال وحساب العملاء أو المدينون دائنا بـ 15 ألف ريال الطريقة الثانية حيث يتم تسجيل العملية بصافي أو بقيمة صافي المبيعات على النحو التالي عندما يتم البيع في 1.5 يتم جعل حساب العملاء أو المدينون مدينة بقيمة الصافي 14 ألف و700 ويتم جعل حساب المبيعات دائنا بمبلغ 14 ألف و700 فإذا تم السداد خلال المهلة خلال الوقت المحدد في تاريخ 5.5 يقوم العملاء بسداد 14 ألف و700 وفي هذه الحالة يجعل حساب النقدية مدينة وحساب العملاء دائنا أما إذا تم السداد بعد انتهاء المهلة المحددة في هذه الحالة يتم جعل العملاء مدينين بمبلغ الخصم غير المأخوز الذي لم يحصلوا عليه نتيجة عدم سدادهم في المهلة المحددة وبالتالي عندما يتم جعل حساب العملاء مدينة بـ 300 يصبح رصيد حساب العملاء مدينة بـ 15 ألف كاملة ثم يقوم العملاء بسداد المبلغ كاملا وفي هذه الحالة يجعل حساب النقدية مدينة بـ 15 ألف ريال وحساب العملاء دائنا بنفس المبلغ الطريقة الثالثة طريق التكوين مخصص عند البيع بمبلغ الخصم على النحو التالي فعند البيع يتم إثبات العملية بقيمة صاف المبيعات بينما يتم إثبات العملاء بالإجمال ومبلغ الخصم يتم تكوين به مخصص على النحو التالي يجعل حساب العملاء مدينة بكامل قيمة المبيعات 15 ألف ريال بينما يجعل حساب المبيعات دائنا بالصافي 14 ألف وسبعمائة ثم يتم تكوين مخصص للخصم مقداره 300 ريال يجعل دائنا فإذا تم السداد خلال المهلة يتم إقفال مبلغ المخصص على النحو التالي يجعل حساب النقدية مدينة بمبلغ 14 ألف وسبعمائة وهو المبلغ الذي تم تحصيله في هذا التاريخ ثم يغلق حساب المخصص ومقداره 300 ريال ويجعل حساب العملاء دائنا ب15 ألف ريال كاملة حيث أنهم قاموا بسداد كامل المبلغ المستحق عليه أما إذا تم السداد بعد انتهاء المهلة في هذه الحالة يتم إغلاق أيضا أو إقفال حساب مخصص الخصم في حساب الخصم غير المأخوز حيث يجعل حساب مخصص الخصم مدينة ب300 ريال وحساب الخصم غير المأخوز دائنا وفي هذه الحالة يقوم العملاء بسداد كامل المبلغ المستحق عليهم فيجعل حساب النقدية مدينة وحساب العملاء أو المدينون دائنا بمبلغ 15 ألف ريال هل هناك إذن قيود تسوية يتم إجراؤها في نهاية الفترة المالية في ظل الطريقة الأولى التي يتم التسديل فيها على أساس إجمال المبيعات ليس هناك أي حاجة إلى إجراء قيود تسوية بينما في ظل الطريقة الثانية وهي طريقة التسديل على أساس صاف المبيعات وكذلك طريقة الثالثة طريقة المخصص يتم إجراء قيود تسوية في نهاية الفترة وذلك بقيمة المخصص غير المأخوز ويأخذ قيد التسوية الشكل التالي عند اتباع الطريقة الثانية وهي طريقة التسديل على أساس صاف المبيعات يجرى قيد التسوية بجعل حساب العملاء مدينة وحساب الخصم غير المأخوز دائنا أما عند اتباع الطريقة الثالثة وهي طريقة تكوين مخصص بمبلغ الخصم في هذه الحالة يجعل حساب مخصص الخصم مدينا وحساب الخصم غير المأخوز دائنا والسؤال الآن أين يتم إقفال حساب الخصم غير المأخوز في نهاية الفترة المالية يتم إقفاله في ضمن أو يدرج ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل موسيقى